معنا من درعة عبر الأقمار الصناعية مرسلنا محمد الحراني مرحبا بك حراني إذن كيف هو اليوم الأول مع دخول الهدنة في درعة تفضل أهلا أحمد المؤشرات الأولى تشير إلى أن هناك التزام واضح بقرار وقف إطلاق النار في جنوب سوريا ولا سيما في ثلاث محافظات بداية من محافظة القنيطرة وصولا إلى ريف السويداء الشرقي حيث كانت محافظة القنيطرة تشهد الأيام الماضية معارك محتدمة بين فصال الجبهة الجنوبية وقوات النظام محيط مدينة البعث بصولا إلى محافظة درعة أيضا التي كانت تصدر المشهد العسكري طيلة الأيام الماضية في معركة المنشية معركة المتولة المذلة التي تمكنت من خلالها المعارضة أن تسيطر على هذا الحي اليوم كان هادئا جدا ولكن حسب أقوال المعارضة هناك هدوء حذر دعني أحمد أن أستضيف العقيد نسيم أبو عرى القيادي في قوات شباب السنة تابع للجبهة الجنوبية لنطلع أكثر حول الهدنة بدأت مرحب بكسيات العقيد لو تطلعنا أكثر عن موقف الجيش الحر أو الجبهة الجنوبية اليوم فعليا من الهدنة أو الاتفاق المبرم في جنوب سوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم أخواني الملاحظ من هذه الهدنة أنه الموقف غير واضح إلى الآن نحن كفصائل ثورية في الجبهة الجنوبية لسنا بصورة الوضع بشكل كامل لكن نرحب بأي خطوة دولية تضمن حق الشعب السوري وترفع من معاناة الجنوب السوري وباقي المناطق في سوريا هذه الهدنة إلى الآن نحن غير متفائلين بها بسبب الفشل السابق في الهدن التي قبلها والمؤتمرات التي ذهبت في مهاب الريح وهناك مناطق التوتر هذا كله سبب لنا أزمة ثقة مع المجتمع الدولي نحن لا نثق بهذه الهدن النظام قد يلتزم يوم أو يومان أو أكثر لكن الملاحظة على الأرض أن النظام ما زال يستقدم تعزيزات إلى منطقة اللجاة ومنطقة المنشية هذا أندل على شيء أن النظام يلتقط أنفاسه ويعيد استجمع قواه نحن لن نسمح بهذه الهدنة التي لا تلبي طموحات السوريين سيادة العقيد لو نظرنا لهدنة من نظرة التفاؤل ما هي التي ممكن أن تعكسه على الأرض هذه الهدنة من جهة إنسانية من جهة عسكرية نحن نطمح أن نخفف عن أهلنا معاناة القصف والحالات المعيشة السيئة والسكن الغير مناسب الذي تسبب به قصف الطيران والتهجير نتمنى أن يكون هناك خطوة حقيقية من المجتمع الدولي لكن نلاحظ أن روسيا وإيران لا تسعى بهذا الاتجاه نحن نطمح لأهلنا أن يعيشوا برغد وبأمان دون قصف لكن التجارب السابقة هي من أفقدتنا التفاؤل في الأيام المقبلة محمد حوراني أرجو أن تسأل ضيفة سيادة العقيد تحدث عن أنه غير متفائل بموضوع هذه الهدنة ألم يتلقوا أي ضمانات من الدول الراعية مثل روسيا أو الأردن في هذه الهدنة خاصة وأن لقاء الرئيس الأمريكي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن في المؤتمر الأخير كان إيجابيا وتحدثوا بإيجابية هذه المرة غير مسبوقة عن موضوع الهدنة في جنوب سوريا طيب أحمد سيادة العقيد أنقل إليك سؤال زميلي أحمد ألم تتلقوا أي ضمانات من الجانب الأردني أو الجانب الأمريكي حول هذه الهدنة كونك أنت تنظر بنظرة الغير المتفائل لهذه الهدنة وهناك اللقاء كان جيد ما بين رئيس ترامب ونظيره فلاديمير بوتن نحن لم نتلقى أي ضمانات ننتظر الموقف القتالي على الأرض في حال التزم النظام بعدم إطلاق النار في نقاط التماس وفي خطوط الجبهات الأمامية نحن نرحب بتطوير هذه الهدنة لكن أنا الذي أراه أن هناك تزيئ للحل في سوريا كيف ينعم ويعيش بطمأنينية الأهل في الجنوب أو أهلنا في الجنوب والغطى الشرقية لا تبدو عنا سوى 30 كم عن حدود الجبهة الجنوبية القصف ما زال مستمرا على عين ترما وغيرها من مناطق الغطى الشرقية نحن نطمح إلى حل شامل يضمن حقوق الثورة السورية التي خرجت من أجلها لا نريد حلول جزئية نعم سيادة العقيدة أود أن أسألك سؤال الأخير ربما تكون هذه الهدنة لمصلحتكم أنتم في الجبهة الجنوبية ولا سيما أننا كنا نعلم أن أي معركة ضد النظام من قبلكم كان داعش يستغلها بتخلل نقاطكم هل ممكن هذه الهدنة تجعلكم أن تواجهوا تنظيم داعش بشكل مريح؟ طبعا منذ أيام كان هناك عمل عسكري على هذا التنظيم الإرهابي الذي دخل على بلادنا بشكل غير مألوف نحن في حال أبدى النظام نواي حقيقية في تثبيت هذه الهدنة طبعا هذا سينعكس على قتال هذا التنظيم وسنركز جهودنا القتالية باتجاه المناطق التي يتواجد بها وسنحشد كامل قوانا في حال صدق النظام إن شاء الله سنتوجه إلى العمل في منطقة حوض اليرموك شكرا سيادة العقيد وأعود إليك أحمد إلى الاستوديو كما سمعنا هناك عدم ثقة بهذه الهدنة من جهة النظام من جهة المعارضة ولكن المعارضة تقول أنها ستلتزم إذا التزم النظام وستقوم بمواجهة التنظيمات المتطرفة الموجودة اليوم في حوض اليرموك في ريف درعاء واضح أشكرك جزيلا شكر محمد الحوراني مراسل أخبار الآن وقول الشكر أيضا لضيفك الكريم